السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولادي الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا معجهم دون الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي باب الحوائج السلام عليك يا مولاي يا ساقي عطاء شهل كربلاء السلام على حامل اللواء السلام على سيدي ومولاي أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام على مشاهدي قناة الإمام الحسين الثانية وحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس منبرية ونرجع ونقول برنامج دروس منبرية وكل ما يحتاز له الخادم الرادود الناعي المنشد المبتدي اللي يحب يتعلم طريقة القراءة طريقة الأوزان الشعرية تفعيلة الأوزان الشعرية كيفية ارتقاء المنبار أنه برنامجنا شامل للخدمة الحسينية الخالصة لخدمة الحسين كل حلقة في بداية الحلقة نذكر وزن من الأوزان الشعرية مع تفعيلة الوزن الشعري من ينعج الشعر هذا منه كتبه منه أسسه منه أول من كتب هذا الوزن الشعري وكل حلقة ما شاء الله أخذنا كثير من الأوزان الشعرية لكن هذه الليلة سنأخذ وزن شعري من الأوزان الجميلة الأوزان اللي تستخدم بالنعي تستخدم بقراءة المواليد الأفراح المناسبات هو وزننا اليوم هو وزن الزهيري وكل الشعراء الشعبيين الشعراء الشباب يعني يكتبون هذا الوزن الزهيري مرة تسوي وزن جيل أكثر من أربعة أو أكثر من خمسة ويمتد اليوم سنتكلم عن الوزن الزهيري من أجه منه أبدع به منه كتبه أنا وأنتم إن شاء الله نبقى مع الوزن الشعري على ضوء من كتب أهل الاختصاص من الباهثين والمؤرخين للشعر الشعب العربي بل هو أول تغيير حقيقي وانتقال للعامية في كتابة الشعر وكان ذلك في العصر العباسي وكانت تسميته الموليا ومنهم من قال أنه أصل هذه التسمية هو اسم لجارية اسمها مولي والبعض الأخير قال أن أصل التسمية من الموالات فقد وصلتنا بعض الأبيات التي تختم بكلمة موليا وكانت طريقة طريقة آداء حزينة فيها أنين سميت بالموال وحنا حقيقة بالمواليد نقرى لزهيري بطريقة جميلة بطريقة تكون بيها مثلا فن إبداع خصوصا بهذا الوزن الشعري وهذا ما ذهب إليه بعض الباحثين في أصل التسمية على أنها أخذت من مفردة موال وكان في حينها يكتب باللغة العربية الفصحة ثم دخلت عليه بعض المفردات المهجنة بسبب اتساع رقعة الحكم العباسي واختلاط اللسان العربي باللسان الأعجمي حتى أصبح يكتب باللغة البيضاء إن صح التعبير هي برزخ ما بين العام والفصحة وأخذ ينتشر بشكل قوي وسريع ونال قبول واستحسان من عامة المجتمع وتم تداوله في المجالس العامة والخاصة وأصبح يكتب رباعيا وخماسيا ولكن بقافية دون جناس بقافية بدون جناس الآن الزهيري اللي يقرونه بجناس لكن كل جناس يختلف عن الجناس الثانو أما أول من جنس الزهيري وجعله أربعة أشطر فهم المصريون وكان يطلق عليه الموال المزهر أي بمعنى تزهير نهاية الأشطر بمفردات تتشابه باللفظ وتختلف في المعنى وهذا ما يطلق عليه الجناس وانتشر كثير بين شعراء الصعيد على وجه الخصوص وبعد أن انتقل الموال المزهر للعراق أطلق عليه شعراء العراق والمهتمين بالشعر الشعبي وزن الزهيري وزن الزهيري الآن كل الشعراء يعرفون وزن الزهيري وليس لأنه أول من كتب من عشيرة الزهيري وأخذ ينتشر بين مدن وشعراء العراق خصوصا في بغداد وقد ذهب عدد من الباحثين على أن أول مدن العراق استخدمت استخدمت هذا الوزن الشعري هي مدينة واسط حقيقة الزهيري شيء جدا جميل جدا في الجلسات اللي يجلسون الشعراء جلسون الأدباء اللي يهتمون بالشعر وبطريقة كتابة الشعر يكون شيء جميل يكون الجناس إلى معنى كل جناس إلى معنى كل جناس إلى معنى يعني كمثال أنا أريد أقرأ لك فد بيت من الزهيري وبعدين أرجع أتمل الموضوع مثلا بطريقة الزهيري حتى أنا وأنت نكون فاهمين للوزن الشعري هسا نسمع الزهيري بطريقة القراءة يحسين حبك بحار يحسين حبك بحار والمحب مننا يرد وليقصد الحضرتك ما يوم خائب يرد وليقصد الحضرتك وبعلي ما يوم ما يوم ما يوم خائب يرد صوت الحق انتم حشا الباطل عليكم يريد 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 بويا لو مال لو مال حملي بعسر انت تعدل ما يلي لو مال لو مال حملي بعسر انت تعدل ما يلي وما أظم يوم الحشر بمحبتك ما يلي ما يلي عاهدت نفسه بأمور بقرر يريد ما يلي ما يلي انا سلطان بولا يتكل وعبق لابس يري الغاية من هذا البيت اللي قرأت انه يحسين انا اشرح للشباب يعني الكبار يعرفون المعنى يحسين حبك بحر والمحب منه يريد يعني يشرب منه ولي يقصد لحضرتك ما يوم خايب يرجع شوف كل جناس وإلى معنى ولي يقصد لحضرتك ما يوم خايب يريد صوت الحق انتم حش الباطل عليكم يريد يرجع الباطل يعني الشريح يكون مثل الابوذية نفسه مثلا الجناس الابوذية من ثلاث جناسات كل جناس يختلف عن الثاني كذلك الازهيري ثلاثة بثلاثة والقفل يكون يرجع إلى أول الجناس نرجع الآن ياكم إن شاء الله إلى تفعيلة الازهيري وهو مستفعل فاعل مستفعل فاعل تفعيلة الوزن الازهيري وقد انتشر هذا اللون الشعري الشعبي انتشار واسع بين الشعراء شعراء العراق على مختلف مدن وهناك العديد من المساجلات بين أغلبهم من بين أشهر وأكثر من كتب الازهيري هو الشاعر المرحوم زاير الدويش المتوفي عام 1919 رحمه الله وربما نلاحظ اليوم قلة استخدامه حقيقة الازهيري يعني الوزن الزهيري ما يستخدم يعني نادر نادر يكتب بالقصيدة المنبرية أنا ما يعني قليل يعني حتى لو يكتبوه يكتبوه مثلا في بداية قصيدة أو يكتبوه في ناص فيكون استخدامه جدا قليل للقصائد المنبرية أن وزن الزهيري هو نفس وزن النايل في الشعر الشعبي العراقي الفرق بينهما أن النايل مقفى والزهيري مجنس مثل ما قلت لك كل شطر وإلى معنى الزهيري مجنس ويبدو أن استخدام وزن النايل في القصيدة المنبرية شبه معدوم قياسا بباقي الأوزان الشعرية الشعبية إلا ما ندر في بعض المستهلات وربما توجد قصيدة السادها من وزن النايل ولكن لم تأخذ مساحة إعلامية على المنبر شرحنا الوزن وقرأنا طريقة رح أقرأكم بطريقة ثانية طبعا البداية اللي قرأتها كان مقام بيات وكان بيلامي حتى يكون هم الشرح يعني بفايدة والقراءة بفايدة هسا رح أقرأ الإزهيري بطريقة نحن نقول الأفراح أو المواليد يعني شون يقرون مثلا الإزهيري بطريقة المواليد أنا وأنتم نسمع عباس رب العرش ربك جعل شاربا عباس رب العرش ربك جعل شاربا وزينا 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 بتنخة وانتخة صل ورجف شاربا وزينا بتنخة وانتخة صل ورجف شاربا خل الفرات العذب مر بحلك شاربا شاربا خل الفرات العذيب مر بحلق شاربة صدل الشريعة بغضب والعين تجدح يمر صدل الشريعة بغضب والعين تجدح جمر من يوصل المشرع وفن العليح يمر من يوصل المشرع وفن العليح يمر يا ماي عذبك لو وصل يم الشفايف يا ماي يا ماي يا ماي يا ماي عذبك لو وصل يم الشفايف يمر وحسين بس الحظوم من العطاء الشاربة هاي الطريقة تقرأ بالنقول المواليد الطريقة اللي قرأت بها الوزن يعني هنقول المقام هو المحمداوي اللي يرجع الى الصبا فرع من الصبا أشرح على عجالة عباس رب العرش ربك جعل شاربة خل شارع عند أبو فاضل أول معنى وزينب تنخت وانتخذ صله ورجف شاربة وخل الفرات العذب مر بحلق اللي شرب الماء أنا لدي أوضح حتى يكون للشباب يعرفون كذلك يقول صد للشريعة بغضب والعين تجدح جمر الجمر من يوصل المشرعة وفن العليها يمر يا ماي عذبك لو وصل يم الشفايف يصبح مر وحسين بس الهضم من العطش شاربة هذا الوزن القنة الزهيري أكملنا شرحها واطناكم مثاليا وقرأنا بمقام البيات وكان بتحويله لللامي والطريقة اللي قرأنا بها الثانية من فرع من الصبا المحمداوي أروح أنا وأنتم إلى أحد المقامات اللي شرحناها في الحلقات السابقة لكن اليوم رح نذكر أروح للمقامات كمنا شرح الأوزان الشعرية هل سأنا وأنتم نروح إلى شرح المقام إلى أحد المقامات اللي تستخدم بقراءة تستخدم بكثرة تستخدم بالمجالس بالمجالس فرح ناخذ أخذنا في الحلقات السابقة مقام البيات اليوم رح نطيكم فروع من مقام البيات اللي يمتابعنا واللي يشاهدنا واللي يسمع طريقة البيات رح أقرأ لكم فتشيء من البيات فالشيء بسيط حتى يكون الشرح واضح نفرض قلت لكم سابقا في الحلقات السابقة مفتاح البيات الخطباء قراءة القرآن لما يدخلون في بداية القراءة مثلا الخطيب شنو أول ما يدخل شقول صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله هذا مفتاح البيات قراءة القرآن شقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هاي بقراءة القرآن هاي صار عندنا مفتاحين بمقام البيات هس مثلا نقرأ بطريقة الموال البيات نقرأ مثلا حسن راضي الوحيلي كتب أبوذية نقرأ بطريقة البيات وحق الظال وذار وحسين لما وحق اللي وحق الظال وذار وحسين لما وفانه ما بخل بالروح وفاني وما بخل بالروح لما ويا هذا الحدل هنا أنا أقرأ بيات أكو فرع يسمى بالحياوي راح أحوله وأنا أقرأ البيات وحق الظال وذار وذار وحسين لما وفانه ما بخل بالروح هذا الحياوي فرع من البيات وفاني وفاني وما بخل بالروح لما شكلت يوم حسن وحسين شكلت يوم حسين وحسين حسين لما يا نعا حمجا بشر صوت المنية يا نعا حمجا بشر صوت المنية هذا البيات اللي قرأته أو حولت إلى فرع من البيات وهو الحياوي طبعا الفروع من مقام البيات كثيرة عندنا مثلا الغافل بيات الغافل بيات نفس البيات لكن بي شيء بسيط راح أقرأ لك البيات وتخلك على الغافل أسرح أقرأ لبيات من زغر الخدر زيناب الزيناب يردني أبو يوسي فنب شفا بيات راح أروح للغافل من زغر الخدر زيناب يا زيناب يردني أبو يوسي فنب شفا أبو يوسي فنب شفا يا أنا 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 بشفا يردني يردني اعتني اتلع القمو ياهو اعتني اتلع القمو ياهو ياهو يردني عند الجيش والماكو سوي هذا فرع ثاني من البيات قلنا احنا في الحلقات السابقة في اليوم من الحلقات انا ذكرت الدشت من البيات واليوم ذكرت الحياوي كذلك من البيات طريقة والغافل بيات كذلك فرع من البيات لأن البيات أنا هواي شارع عليها وأعتقد كل الروادي يعرفوه لكن الألوان اللي قرأتهم الآن يستخدمن بالمواليد أكثر شيء لأن ما يعني ما بهن شيء للحزن وأنما شيء نقول احنا بي شيء جمالية للمقام يضيف تتحول من البيات كذا هو نفسي تبيات لكن هذا الفرع من فروع البيات الغافلي بيات والحياوي عدنا بعد ثلاث مقامات أو ثلاثة تحويلات من البيات وكذلك بيات هو بيات لكن بفروع يستخدمه بقراءة القرآن عندك البيات شوري بيات أثناء قراءته للبيات يروح إلى مقام الحجاز يعني يقرأ بيات مثلا يقرأ بيات وحول إلى مقام الحجاز ويسمى هذا بيات شوري وعدنا بيات النوى بيات النوى هو يأخذ الدرجة الخامسة بالسلم الموسيقي يعني عندنا مثلا نحن السلم معروف دو رامي فاصو لا سي دو البيات النوى يأخذ الدرجة الخامسة وهي الصول بمعنى الطبقة الخامسة وهي على طبقة الصول يسمى بيات النوى وعدنا بيات الحسيني تأخذ بيات وبعدها نتحول من البيات إلى الرس هذه الفروع التي شرحتها هي إضافة لمقام البيات وجمالية للبيات وتنطي مهارة للخطيب أو الناعي أو الرادود أنه يقرأ بيات ويروح إلى مقام ثاني يكون جمالية وتكون سيطرة لكن في نفس الوقت لازم يرجع إلى نفس المقام الذي يبدأ به مثلاً مقام البيات عندنا القصائد التي قرأت على مقام البيات نحن بس نذكر ونقول لكم مثلاً قصيدة ملة باسم حضماني حضماني يا أبو يا حضماني سكن العزيزة وسلويتك يا أبو يا هضماني هاي مقام بيات بعد نكثير القصائد المقام بيات لكن احنا ناخذ اللي معروفات مثلاً قصيدة جاسم النويني رحمة الله على روحه جسام يا ضنوتي رايح رايح مني عيوني ما رحمني الدهار وانت نور البصار رايح رايح مني عيوني بعد غير القصائد البيات هاي دار النوايب عتبوها وعلى حاله العقيل ناشدوها هاي كذلك مقام بيات بعد القصائد المشهورة في سبيل أنه تراجع وتعرف أنه هاي القصيدة من هالمقام حتى يشبع الأذن وتشبع أنه هاي القصائد كل من مقام بيات مثلاً كذلك اقرب بيات ودخل بالقصيدة يا محلل وداعي بها الميسية هاي مقام بيات بعد عدنا من المقام البيات عدك القصيدة حمزة رحمة الله كثير قصائد يا ابني لضيعيتني بضيعيتك يا ابني هاي من مقام البيات بعد من اللباس يمشي نقرأ من مقام البيات كثير القصائد بس احنا نذكر المعروفات أخاف من عوفك بعد ما أشوفك بعد ما أشوفك وكثير قصائد من مقام البيات اللي حقيقةً مقام البيات بحر كبير ألحان كثيرة قرأت حلوة مقام نحن نقول طلبي بتحويلات بتصرفات كثيرة هس رح أخذ قصيدة هي قرأتها سابقاً أنا في مقام الصبع أقرأها القصيدة حتى أروح إلى هوية خادم هاي القصيدة قرأتها سابقاً رح أقرأها الآن ألحنها أو أقرأها بطريقة البيات شلون إذا ريد أقرأ البيات أنا عندي مفتاح مفتاحي إنه حافظة صلى الله عليك يا مولايا وأبا عبد الله ضل يلي لي لا يطور فجرك علي ضل يلي لي قل لا ود حزيشي وزهرة حياتي الخاطر بناتي زهرة حياتي الخاطر بناتي ضل يلي لي أبقى يا للي الحزين فجرك مصيبة فجرك مصيبة خاطر دموعي الحسن ومن يجيب ومن يجيب باتشري تموتي بحظوم زهرة الغريبة تدري الصعب على المحيب يدفن حبيبة وحش بيتي وراح فارقها السلامة وحش بيتي وحش بيتي أنا بس واربا عتامة وحش بيتي هاي امنياتي الخاطر بناتي ضل يلي لي هاي قاراتها طبعا صار أول مرة قرح بمقام بيات سابقا كنت أقراها بمقام الصبا يعني بس شوف الفرق شن اللي صار بفهم المقام وعرف المقام أنا قاريتها لأن أنا شرع المقام بيات قاريتها بمقام بيات هي سابقا شلون قاريتها أنا في أحد المجالس بمقام الصبا وشوف التغيير اللي صار بين الصبا وبين البيات جيد بعيد لكن معرفتي بالمقام أنه أقدر أقرأ القصيدة بس أخلي المفتاح أدخل بالقصيدة راح تغير عد اللي حين راح أقراها بمقام الصبا أهم شيء أخلي المفتاح أه يا ضليلي لا يطور فجرك علي ضليلي فلوى الدحزجي زهرة حياتي الخاطر بناتي ضليلي 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 باشيري بطلعت صباحك من يجين باشيري بطلعت صباحك من يجين ما بعد أقدار أضال برض المدينة داري بعد أمي الحسان تغدي حزينة داري بعد أمي الحسان تغدي حزينة شل بالعيش الفقد سلوة سنين أوه ما أريد هالحياتي بلاي زهرة ما أريد أبقى حيوي الموت نطرة رائد مماتي زهرة حياتي ضليلي 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 الله يحفظكم شرح مقام البيات مع فروع البيات ذكرنا لكم أكثر من فرع لتقوية السماء وقرأنا القصائد اللي قرأت بمقام البيات من التراث ومن الحداثة ونحن في خدمتكم ونحن من الله عز وجل اللي يشاهدنا اللي يتابعنا على صفحة الفيس اللي يتابع لقناة الإمام الحسين لا يقصر في تعليقه في مشاركة البث لكون البث إن شاء الله يكون يستخدمه أكثر من خادم أكثر من رادود وهو عمل هذا نحن نقول صدقة جارية لخدمة الحسين كمنا شرح الوزن الشعري مع المقام فاصل ونرجع إن شاء الله إلى هوية خادم من خدمة الحسين لا ترحون بعيد اللهم صلي على محمد وآل محمد وحياكم الله حياكم الله خدام الحسين رواديت شعراء هاوين مستمعين للطامة حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في برنامج دروس منبرية وكل حلقة نذكر خادم من خدمة الحسين من الشعراء والرواديد اللي حقيقة لهم صدى ولهم يعني باع كبير في خدمة الحسينية وإحنا كواجب خدام الحسين وكواجب كبرنامج أنه نظهر الإمكانيات اللي حقيقة تستاهل أنه أي شخص يظهر للساحة الحسينية يعني أكو ناس حقيقة أسماء لكن سبحان الله الإعلام ظلم هاي الأسماء اليوم رح ناخذ هوية خادم من خدمة الحسين شاعر من الشعراء الكبار شاعر حقيقة شهيد شهيد في حب الحسين شهيد الكون قصايدة اللي كتبهن كانت إحنا نقول سياسية وطلبوا مننا كثير من الأشياء أنه لا يكتب هذا الشيء وطلبوا منه أنه يكتب لشخصيات وما كتب اليوم نتكلم عن الخادم خادم الحسين الشاعر من مدينة النجف الأشرف علي الرماحي رحمة الله على روحه الشاعر الخادم المخلص الشهيد اللي حقيقة قصايدة موجودة أو خالدة وقصائد بها روحية أو بها حماسية هو علي عبد الحسين عبد علوان ياسين الرماحي ولد في مدينة الكوفة في دار أبيه الواقعة على ضفاف نهر الفرات عام 1955 ميلادية وصادفت ولادة خادم الحسين الشاعر في ليلة عرفة وأكمل الدراسة الأولية ثم درس في كلية الزراعة في محافظة السليمانية وتخرج منها وعين بدرجة مهندس زراعي في زراعة النجف قسم البستنة في عام 1979 179 طبعا الشاعر علي الرماحي أكثر من قرأ إلى القصائد هو خادم الحسين محمد العوادي التقى بالسيد محمد العوادي عن طريق الصدفة ورب صدفة خيرا من ألف مئات شلون التقى بالشاعر يقول حيث أصاب أشجار منزل العوادي مرض يعني أشجار انصابت بمرض ونصحو أنه يروح لخادم الحسين علي الرماحي لعلاجها باعتباره مهندس زراعي وفي هذا اللقاء عرض الرماحي على العوادي شيء من نظمه يعني من التقى بي أنه هذا رادود وهذا شاعر فقال له أنا أكتب الشعر قال له سمعني سمع القصاعد فحقيقة العوادي استغرب لكتابة الشعر الجميل يعني قال له أنا أقرأ لكن ما أشرفت بيك لكن إن شاء الله سوف أقرأ لك القصاعد نعم فالتقوا الشاعر الرماحي والعوادي في داخل المنزل فعرض الأشعار اللي كتبهن ثم أخذ العوادي بترديد كلماته الثورية القصاعد أنا قلت لك بالبداية أنه قصاعدة ثورية من على عواد المنبر في طرف البراغ في صحن أمير المؤمنين حيث كان الصحن يمتلع عن آخره ويرتج من صوت ضربات الصدور لضربات سيد ومولاي الحسين أكثر القصاعد اللي قراءها العوادي هي قصيدة الله الله أكبر قصيدة رائعة وكبيرة وقصيدة نور عيني يا حسين وقصيدة آي ابني وقصيدة السيد حان الوداع وقصيدة آه يا سيد أهل الجنان وقصيدة في حق سفير الحسين يا شعاع المصطفى عبر الدهور وقصيدة يا بن فاطم البتول وقصيدة يا أمير المؤمنين وقصيدة بأبي أنت وأمي يا حسين هذه القصاعد اللي كتبها الرماحي كانت قصاعد علي الرماحي الثائرة تهز كيان الطواغيت لذلك لفت لذلك لفت أنظار رجال البعث فقاموا بمراقبته ومضايقته في محل عمله وسكناه وفي كل مكان يتواجد فيه إلى أن ذهب إليه أحد جلاوزة النظام البعثي تحديدا في يوم 28 ستة ألف وتسعمية وثمانين ميلادية طالبا من الرماحي انتبه يا خادم حسين طالبا من الرماحي أن يكتب قصيدة يمدح بها المقبور كلكم تعرفون المقبور منه ويذهب مع وفد من البعثية إلى بغداد لكي يقرأها إمام الطاغية في قاعة الخلد ببغداد لكن الرماحي رفض ذلك وبشدة فلح ذلك البعثي على الرماحي بقوله حتى لو خمسة أبيات من الشعر قرأنا خمسة أبيات كلش كاف فشنو قال للرماحي والله لو ثرمتموني سبع مرات لن أكتب كلمة لصدام فغضب ذلك البعثي وقال للرماحي ستندم وفي اليوم التالي زار دار علي الرماحي مديره بالعمل آنذاك مدير دائرة الزراعة في محافظة النجف الأشرف وكان محبا لعلي الرماحي فطلب منه أن يصعد إلى سيارته حتى يوصله إلى حدود العراق من جهة سوريا حفاظا عليه لكن الرماحي شنو رفض قائلا أفضل الموت عزيزا بالعراق ولا أعيش ذليل بخارجه الله أكبر متل على روحك يا خادم الحسين وفي ذلك اليوم كعادته ذهب الرماحي صوب نهر الفرات ليكتب آخر قصيدة له طبعا إن شاء الله حبيبنا المخرج السجاد باوي ظهرنا الأرقام حتى أخواننا اللي شاركون إن شاء الله الأرقام موجودة أسفل الشاشة نعم فحقيقة الرماحي شاعر شجاع والشاعر ما بدل قصائد الحسين بقصائد البعث وبقى مصر على أنه يمتنع يقول أنه أموت أنا بالعراق أموت أنه بالعراق أفضل لأنه أموت خارج العراق فهنيئا إليك فكتب آخر قصيدة خارج قضبان الظلم فكتب قصيدة اسمها العهد مع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وآخر أبيات كتبها وفي يوم سبعة سبعة ألف وتسعمائة وثمانين ميلادية تحديدا وفي الساعة العاشرة دوهم بيت علي الرماحي واعتقل مع أبيه وأخيه الأصغر ناجح وبعد شهر ونصف الشهر أطلق سراح أبيه وأخيه وبقي علي موثوق العيدي والأرجل والعيون في المعتقل ولكن لم يستطيعوا أن يقيدوا فكرة وشعره الله أكبر على الرماحي ففي المعتقل كتب مجموعة من القصائد العارمة بالرفض للطغاة ومنها كثير من القصائد وحقيقة نحن كخدمة أنا كخادم حقيقة أشرف أنه أتكلم على شاعر شجاع شاعر حسيني شاعر فضل كل شيء لخدمة الحسين وهو الشاعر علي الرماحي حقيقة يقولهم كسروا إيدي شدوا عيوني شنو سوون سووا لكن أنا ما أمتنع عن الكتابة لسيده مولاي أبي عبد الله الحسين يقولون وبعد سقوط النظام في عام 2003 عثرت عائلة المرحوم على وثائق في مدرية أمن النجف بأن الشهيد الشجاع الشهيد الشجاع علي الرماحي قد أعدم بالمثرامة فسلاما عليه يوم وولد ويوم واستشهد ويوم ويبعث حيا فرحمة الله على روح الطاهرة هذا الشجاع اللي حقيقة قصائده خالده في حب الحسين يعني شخص يجيك يقول لك كنت وكان يعني في عهد ترى في عهد عهد النظام كان ما صدق واحد يقدر يقول لا أمتنع أنه ما أكتب لي هذا الشخص كان موت إعدام لكن على الرماحي أمتنع أنه يكتب قصائد يمدح بيها غير أهل البيت فهنيئاً لك يا خادم الحسين الشهادة وإن شاء الله ستكون مع أنصار الحسين وأحباب الحسين اللي حقيقة الآن أحنا كخادم أنا أتنومس أنه أتكلم عن شاعر شهيد استشهد في حب الحسين وفي طريق الحسين وسبحان الله هذه الحلقة الثانية الحلقة السابقة ذكرت حسين التريري كذلك عدم يعني من قبل النظام واليوم أتكلم عن علي الرماحي اللي كذلك عدم من قبل نظام البعث وهنيئاً لكل شخص أنه يستشهد في طريق الحسين وشهادة الحسين وحقيقةً الشهادة مع الحسين بها طعم بها نحن نحس أنه شخص الآن في باب الرجاء في يوم العاشر من المحرم الناس اللي اللي استشهدت في باب الرجاء والله أنا شفت يعني ناس حقيقةً أبناءهم شباب ماتوا في هذا الباب يقول هنيئاً إليه هنيئاً إليه أنه مات في أطهر بقعة وهي عند الحسين في يوم العاشر فأنت تصور أنه شلون هذا الشخص جاي للحسين وجاي يزور الحسين وجاي يواسي فاطمة الزهراء وأنه في هذا المكان يتوفى فهنيئاً لكل خدمة الحسين اللي استشهدوا في طريق الحسين أنا ما عرف أنه اتصال عندي ما عندي اتصال حتى أنا أنه أقرأ شيء أقرأ شيء من نرجع لنقول مقام البيات وفروع البيات راح أقرأ قصيدة من مقام البيات تكون شرح أكثر وأسهل من مقام البيات القصيدة لننتصال لننتصال يا أبا عبد الله يا غريبة الغربة اللهم صلى الله عليه لدينا رحيم من ميسان حياك الله أخوي حلا وسهلا بك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله الله أحزيك وأشكرك على ابونام وشكراك الحلو الله يرحم مالديك عزيز الله يبارك بك أريد أمانة من شاربك وصل للإمام العباس لدينا مريض يا أبو فاطس لدينا مريض وقعد يلوع عسه يا علي دخيلك يرحم مالديك الذبع بالضريح يريد الأسم اللهم صلى الله وعندنا حاجة واصلة أمانة من العمارة لبو الفضل دخيلك يا أبو فاطس دخيلك أي والله عدنا مريض ويلوع مشلول دماغ شلل يا الله يا الله وعندنا حاجة واخورة من شاربك بالإسلامين أثني أنا بالإمام بالحظة والإمام بالعباس يا أبو عبد الله دزي اسمك إن شاء الله بخدمتكم يا عزيزي الله يجزي شرفك إن شاء الله الشفاء إن شاء الله الشفاء بحق الحسين حياك الله حياك الله أخونا العزيز دزي برسالة بخدمتكم الله يبارك الله يحفظك أمانة بشاربك دخيلك يا أبو فاطس إن شاء الله ويسمعك أبو فاطس قريبنا الله يبارك بك يستر عليك الحسين الله يبارك بك حياك الله حبيبي الله مشهور الله يبارك بك رح أخذ قصيدة من مقام بيات للشاعر حبيب الصافي أنا لحنتها بطريقة بطريقة البيات تاجير بأعظم تجارة طولي لسنين وأنا راس المال عندي خدمة حسين خدمة حسين ما يعرفون خلي شوفون خدمة حسين رايدا نكشف حقيقة لليويد يسمع كلامي أحكي عن بلسم جروحي وعن ودادي وعن غرامي أنا شجرة من المودة غذتي بحبك يضامي شما ذي بلغصني ولقيت الماي حبك يا إمامي شما ذي بلغصني ولقيت الماي حبك يا إمامي أنت مثل الهاوى بريتي نفست بيك كل شرايين القالب ومولا يلاقيك لما يصدقون خلي شوفون خدمة حسين يا همي تلي العند عندي وتفتخر بك الهناسة خدمي حسيني بحياتي حسيني برازي القداسة ما يودك بس حليب طيبي وطاهير أساس أنت أبو السجاد هبه وانت نوماس خدمتك صدق يا غالي ترفع الراس ولي ضدون خلي يشوفون خدمة حسين إلهي خلينا على طريق خدمة الحسين إلهي بالحسين رزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة كل من سألنا الدعاء كل من عنده حاجة كل من عنده مريض نقسم بالحسين وأخيها بالفضل عباسا يشافي ويعافي كل مريض ويسح الأمور المحتاجين يا الله إلى أمواتنا أموات خدمة حسين الشيعة أمير المؤمنين رحم الله من يهدي لهم جميعا ثواب صورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة